ليلة أمس كانت ليلة صعبة في الصين إيه اللي حصل؟ نفس الشغب لكنه مش علشان ماتش الكورة وإنما علشان الإدارة الصينية الحكومة الصينية حكومة الصين مصرة على الإغلاق الكلي لتصل إلى كوفيد 19 زيرو زيرو كوفيد فده أدى إلى إن الناس اتخنقت فالناس خرجت اهيه والطلاب خرجوا في مظاهرات عارمة ضد قرار الحكومة الصينية بالإغلاق اهو كله لابس كمامة زي ما انتم شايفين والرئيس الصين تشيه والحكومة الصينية مصرة أن تصل إلى زيرو كوفيد 19 والناس معترضة بيقولوا احنا خلاص اتخنقنا ويبدأوا يهجموا لأول مرة الشرطة بدأت تدخل هيه قدام حضراتكم لأول مرة بدأت الأصوات تهاجم الرئيس تشيه بنفسه الحزب الشيوعي والحكومة الصينية وقالوا أنه قيود فيروس كورونا الشديدة قد تؤدي إلى يعني أن الحكومة نفسها تفقد الكثير من مصدقيتها في الشارع هذا القرار الشديد من الرئيس الصيني خل كل المصانع تتوقف ما فيه شغل والجائحة مرعبة في الصين وعايزين يصلوا إلى صفر كوفيد فما فيه شغل ما فيه إغلاق مصنع زي مصنع آيفون توقف العمال توقف ما فيهش إنتاج فالآيفون سعره بقى فوق أنا بقول للناس الأمور كلها مرتبطة دي سلاسل الإمداد ودي سلاسل الإنتاج سلاسل الإمداد اللي بتنقل بقى والمراكب والنقل وغيره سلاسل الإنتاج أهو قدامكم أحد الأسباب أنه المظاهرات والقلاق الموجودة في الشارع الصين اثرت على المصنع الموجود في الصين أو سلسلة المصانع الموجودة اللي هي فيه أكبر مصانع آيفون في العالم في مدينة تشينغتشو الصينية ويحصل اشتباك زي ما نشايفين بين الشرطة وبين العمال علشان دفع الأجور اتأخرت علشان الإغلاق علشان ما فيش نوع من المساندة الطبية أثناء الإصابة بكورونا ومصنع توقف تماما والشركات أصدرت يعني قالت بيانات إن إحنا لازمنا عندنا مش في إيدينا لأنه ده أمر عارض وخارج إطار سيطرتنا لذلك الهند كانت هي البديل وتم تكشين سلسلة مصانع لتليفونات الآيفون والمنتجات الرقائق الإلكترونية في الهند هي اللي بتفتع زراعيها لاحتضان كل ما يخرج من الصين من صناعات وأيضا كل الاحتكاكات الغربية الصينية بتؤدي في النهاية إلى وضع البيض في سلة الهند الهند صناعيا بتفوق لذلك النهاردة رئيس الوزراء الهندي مودي بيقول العالم بينظر إلى الهند كأم الديمقراطية إحنا أم الديمقراطية إحنا التنوع تنوع ما بين كل الديانات الموجودة أكتر من مئة ديانة ومئة عرق ومئة لغة لكنه الهند استطاعت إن هي تتفوق وإن هي تتجاثر على هذه الأزمات وتحقق مقولة الهند أم الديمقراطية وتكون أيضا قاعدة صناعية بديلة كمصنع محتمل للعالم خلال المرحلة القادمة